للمرة الأولى يتظاهر فلاحون من جميع مكونات كاركوك سوية اتشهدت كاركوك اليوم تظاهرة فلاحية طالبوا فيها بلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل التي تم فيها مصادرة أراضيهم وتوزيعها على آخرين كما طالب بعض الفلاحين بضرورة إيقاف عمليات تجديد عقود الفلاحين الوافدين مشيرين إلى وجود معاملات روج لها فلاحون في الدوائر الحكومية جعلوا يراجعون العقود إليهم وأراضينا ملك إلينا طاب حد الآن ما جايزين يقول العقود باسمنا نروح والما تروح روح تابوا الشرعي باسمنا يقول لنا لدينا قرار بالبغداد لدينا أقدر كل سنة نفعل الأقدر نحن نريد أن نفعل لغوة هذا الأقدر نحن نريد أن يرجع على صعب الشرعي ماله وللمرة الأولى أيضا فلاحون العرب شاركوا في التظاهرة معلنين أنه من المتضررين تم سلب أراضيهم ومنحت لآخرين أخذوا أراضينا بقرار متغثورا من حال 369 بالخمسة وسبعين نحن نقعد في القرية ونفلح كل واحد طابيه بالخمسة وستطيع القرار أخذوه ونزعوه على أساس منشآت نفطية وثكنات عسكرية ما صارت انطهل الفلاحين آخرين بالقرية اللي رفاقوا مسؤولين وكذا هاي انطهل لهم مسؤولون تروكمان أشاروا إلى أن الفلاحين تروكمان لم يستطيعوا إعالة أراضيهم لأنهم لا يملكون قوة مسلحة يستعينون بها فيما استغرب آخرون من عدم قدرة الحكومة على اتخاذ قرار بعادة حقوق المواطنين لا يوجد قرارات بإرجاع الأراضي هناك أطراف سياسية وأطراف قومية استرجعت أراضيهم بالقوة لديهم قوة ولديهم جيش ولديهم أسلحة مثل ما قرارات الشؤون الشمال اللغة والأراضي بعدها وزارة المالية ووزارة الدفاع ما يقبلون إعادة الأراضي إلى أصحابها وصدر بها قرار مشكلة قانونية إلا أنها خلقت في كاركوك أبعادا سياسية واجتماعية ما زال يعاني الكثيرون منها سورانة داودي الحرة كاركوك